مرحبا بكم معي البنات ووصفتنا لله اليوم راح تكون لبيتزا يعني بعجينة واحدة راح نديرو دو بيتزا بدوقين مختلفين كل بيتزا بلا غرنيتور تاحا تاني راح نشوفو مع بعضانا لبيتزا بوازي ليحنا في اليوم بزاف مشهورين بيها يعني تلقاوها بزاف الفاست فود في السناك وكامل هي سبق وشاركتهم معاكم صح كانوا دون زان فلوغ يعني ما يبانوش واشاكفا هكا جوني دي مساجة منا ديرينا لبيتزا لبيتزا دونك عاود تصورتها ويعني مع اليوم لاربعا لولاد ما يقرأ وش العشية بوكوابا تديروها وتفرحوا ليداتكم يعني ما كاش كوني ما يحبش لبيتزا كبير وصغير راح نشارك معاكم وصفة بيان ديتيه نغسط بيان ديتيه ونعطيكم كامل لزاستوس باش تنتحو فيها دوركم نشوفوا مع بعضانا المقادير مقادير مضبوطة برض بان شاء الله تنشحوا فيها من اول تجربة وعلى دمانتي وهذه هي دوركم نخليكم مع المقادير وتاريخ التحذير المقادير اللي بنات دونك الكمية اللي راح نعطيكم تقدرو تديرو بيها دو غونت بيزا يعني تديرو بيها زوش بيزا كبار بحجم عائلي يعني ما شاء الله دونك نهزو 400 جرام فارينة مع 300 جرام حليب يكون دافي ماشي سخون حليب دافي انا في العاجة انتاعيس ولا باتا بريوش ولا باتا بان ولا باتا بيزا دايمن نستعمل الحليب الدافي بس كو يعطيني الطراوة والهاشاشا يعني ما احناش محتاجين محسينات كيما البودر دولي مسحوق الحليب ديرو في بلاستها حليب عادي نحتاجو مغرفة صغيرة تعمل الحل الدوق و مغرفة صغيرة تاع سكر لالو فيوغ بولانجاء خمير تلخبز هالزيت مغرفة كبيرة دونك نعطيكم بس كاشا كفا يجيوني الاسئلة في الكومنتر دونك مغرفة صغيرة تاع قهوة فيها 5 جرامات و مغرفة كبيرة تاع قهوة فيها 15 جرام دونك 1 كيارة سوپ فيها 15 جرام و 1 كيارة كافي فيها 5 جرام و راح نحتاجو بطبيعة الحال الزيت المائدة اللي يعطينا تاني الطراوة والهاشاشا العجينة تاعنا هالزيت 600 جرام يعني ربع مغرفة كبار تاع ماكلة دونك فالا لازيينغريديان راه مواضحين و طريق التحضير يعني ساهلة مهلة تحطو الحليب الدافي تاعكم مع شوية سكر و معها هاديك الخميرا و مبعد تضيفو الفارينا راح نضيفوها على مرتين ديرو الكمية اللولة و خلطو شوية و زيدو الكمية الثانية الملح مانيش راح نحطوه في الاول نحطوه مبعد حتي تجانسو شوية المكونات في بعضهم بعد بس كو دايما نقولكم ملاحظة دايما في اي عجينة نعودها لكم الملح ملازمش يقيس الخميرة تاعكم بس كو كوني تفاعل معها العجينة مش رايحة تخمر و جيكم البيتزا تاعكم يابسة الكمية عزيت راح نضيفها على الاخر دوك ندير شوية و نعجن واحد العشر دقايق و نزيد نكمل هديك الزيت اللي بقات لي تحبو تكترو في الكمية هدا راجع لكم يعني تجيكم بسة بزاف و طرية دونك هاني قوت لكم و مبعد دونك تخليوها تتعجن ملي حتى تتنحى يعني السديكول دي باروات على البولت دو بيتخا و مبعد سوى تدهنوها بشوية زيت و سوى تديرو شوية فرينة في البولت تاعكم و تغطيوها بالفيلم أليمانتر و تخليوها اه اينر دونك ليسي غبوزي لبات اينر خليوها ترتاح لمدة ساعة نشوفوا اللي هنه لغانيتور لسوستومات بوغ بيتزا سبقو شاركتها معاكم يعني وصفة مفصلة راح نحط لكم رابط في صندوق الوصف و درت معاها شوية زيتون خضر دي نوايوتي اه تان ناتور ما فيه لزيت لوالو يعني طابعي و خوماج غابي هالزو الكمية اللي حبيتو و نحتاجو شوية زيت زيتون بس كمبعد راح ندهنو بيه الجوانب بتاع لبيتزا تانا جينا يعني بيان بغيانت و يجي الدوق بزاف بنين و يعني صحية اكتر اه لاسوس دونك درت في هاده الطومات فخش جي بزاف بنينة شوية توم زيت زيتون زعيترة لازعب دو بروفنس ما بقاوليش سي بورسا درت زعيترة و جي بزاف بنينة سي ما تحبوش هادوك اللي مخصو تعال زعيترة و تعال التوم ميكسي بل بغا ميكسر باش تجيكم يعني ينسوس بيان ليس كي ما تشوفتو العجينا انفوات خمر دونك يفو بيان دي غازي نحيولها هاداك لهوالي فيها و قسموها على تنين الجوز الاول دونك راح نديرو بلا سوستومات والجوز التاني راح ندير به لابيتزا بوازي لابيتزا بوازي لابيتزا بوازي قد تقدروا ان كران فخش يعني قليل تدسم تديرو فخوماج فخي ولا تحبو تديرو انسوس فخوماجه هادا يبقى عراج عليكم اه الطريقة يعني سهلا نخليكم تكملوا يعني الطريقة تتحضير بلا ما نبلبل عليكم بزاف و نرجع و نشوفوا النتيجة مع بعضنا و نعطيكم اه طريقة كيفاش طيبوا لابيتزا و قداش المدة درك كملوا تاريخ تتحضير حتى تكملوا لقرنتا يغطى اللا فيتزا تاكم الفور لازم يكون مسخن على ميتين درجة لازم يكون سخون يفو بيان بخشوفه وتخو فورة دوسون دجري ومبعد وزالي بسي لا تنبيغاتير ومبعد تنزلوا درجة الحرارة حتى المية وثمانين درجة و طيبوا لابتزا تاكم بين خمسةاش حتى العشرين دقيقة هادا يرجع النوعيهة اللي فوق اللي عندكم ومبعد انفوت تطيبوا لابتزا تاكم يعني أويبة ما لازمش تبقى مجلنة اضعوا عليها هاداك ليموطا لوف خماج غابي انا مهزيتش بزاف البول تاعي فيه مية وخمسة وعشين ينقرة سيتحبو تديرو كتر هادا اراجع عليكم ومبعد ولوفو غطافي خليو هاداك لوف خماج يدوب في عقلو تجيكم بزاف بنينة ويجيكم طري يعني ما جيش يابس ومبعد وهي سخونة قوت لكم هاداك زيت زيتون تاعكو بيلا بالبنسو بوزالة دوغي هادوك الليبوغ يعني تجي بزاف بنينة ومبعد نجوزو نشوفو الليبوغ التانية اللي هي الليبوغ بالمقص ومبعد لميت هادوك الجوانب باش نتحصل على شكل باهي هادي لفوم بخيفي غي تعولي دي مرجاني موت عليها دامين يقول لي ماما دليلي بيزا فوم دي سولاي حكا برك سوات تخليوها عادية ولا تديرو كما انا حاشتكم جوز بركها كامي باب التغير للكخام فخاش لبنت لبول تاعي فيه ميا وخمسا وعشرين غرام هزيت كربوت فلفل يكون حلو يعني بوافران دو معا حفينا هكا متيت پوانيه دي زولي برده نوايوته تحبو تاني ديرو دي زولي برده نوار هادا يبقا اغتياري كما تشفتو لهنا لبات تاعي لبات تاعي خليتها انكور 15 منوت جي لسي ربوزي لتان اللي بور تاعي تنفخو على نخليهم انكور 15 منوت بسك كن طيب هم يجيوني شيابسين يعني يبقاو تريين تحبو مام تحشيوهم بالفروماج يجيوكم تاني بزاف بنان دونك كما شفتوني البلون بولي تاني امتي طغو معك انا مقليتوش طيب توغير في شوية ما بندان دي مينوت لعشرة دقايق يجيكم تري يسخف شوية هكا ملح وشوية فلفل لكحل اللي لبنا ومبعد تفتتوه وترميوه على وجه لبيتزا تاعكم مع الكرام فخاش قوتكم بنا تحبو تديرو كريمة تازاجة اللي هي لكرام فخاش انا درت بنسبة الدهون كانت قليلة جيبانس واحد 15 او 20% ولا تديرو فخماج فخي جي تاني بزاف بنينة ولا سوس فخماجر سيف غادي شوية تقيلة مي بنينة اللي غالب تري كالوريكوسي لسوس فخماجر ونطيبها النفس طيب اللي طيبت لبيتزا اللولة دونك الفور على 180 درجة ونطيبوها بين 15 ل 20 دقيقة سي با غراف سي نحضر بزاف ونعود لكم داي من الملاحظات باش هكداك ما يبقاوش يعني التعليقات بزافة مينة كيفاش هديك وكيفاش هديك جو بخيفير نديلكم شرح مفصل باش تفهموني كامل ونفس الطريقة دي درناها في اللولة نديروها في الثانية دونك الفور طافي نزيدو ندردرو عليها هديك لوف خماج غابي وهي ليكم البيتزا تعنا واجده قصيت لكم باش تشوفوا يعني القوامة حامل داخل مقطنة وخفيفة ما شاء الله انشاء الله تجربوها وتعطيني عليكم وما تنسوشوا اللي بنات اللي جربت بعتلي نخليكم في امان الله انشاء الله يا ربي تجربوها راني نسلنا تعليقاتكم ونعطيكم موعد للوصفة الجاية بإذن الله مع السلامة اشتركوا في القناة